بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة موداه علة الأنوار وعلة النفحات والبركات والفضل والنعمة هنجلس مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وياخد بأيدينا وإحنا بننتقل خطوة خطوة في الأيام المباركات ودنا شهر شعبان ودنا شهر الرجب واستقبلنا شهر شعبان بنستقبل شهر شعبان وإحنا مليانين أنوار أنوار الشوق إلى رمضان بس لسه مليانين كمان أنوار الشوق لنفحات شعبان اللي احنا عايزين نمتلئ بأنواره محدش يفتح لنا باب الأنوار دي والنفحات غر حضرة النبي إنما أنا قاسم والله يعطي فتعالوا نبدأ مع حضرة النبي ونسلم عليه زي ما احنا متعودين عشان نبقى في حضرته صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك وتم على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله تعالوا نسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كانت تحكي عنه السيدة عائشة فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله وكان يقول يا بي أنت وأمي يا رسول الله خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمله وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يدوم عليه وإن قلت وكان إذا صلى صلاة داوم عليها هنا بقى أنا بحب طبعا لما نبتدي كلام عن شعر شعبان إن أحب أن أهن حضراتكم بمناسبة هذا الشهر أهنكم بإيه؟ أهنكم بنفحات ألا إن الله في أيام دهركم لنفحات وشهر شعبان ده بقى كل أيام نفحات ويمكن ده السر اللي كان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيصوم لما حد يسألني ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيصوم ليه صلى الله عليه وسلم زي السيدة عائشة تحس إن السيدة عائشة ليها برضو نظرة كده والحديث ده بيبين فقه السيدة عائشة وإزاي هي قدرة تفهم عبادة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومهم أوي مهم أوي الناس اللي بتكلموا على فهم السلف الصالح نبص على فهم السيدة عائشة لعبادة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فبتقول لم يكن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهراً أكثر من شعبان يعني حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر شهر بيصوم غير رمضان هو شعبان وطبعاً لأسباب كتيرة بس أنا حابب أن أقول ليه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم شهر شعبان وليه كان هذا الشهر بصفة خاصة من جملة الأشهر كان يفعل فيها هذا مع أنه ممكن حضرت النبي كان يصوم مثلا زي الحجة ويستسني الأوقات الممنوعة منها الصيام زي يوم العيد وأيام التشريق ويصوم بقية الأيام بس ليه بقى؟ ليه؟ ليه كان بالتحديد شهر شعبان؟ إيه اللي في شهر شعبان؟ شهر شعبان يا سيدي شهر مختلف وشهر مهم جدا 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 في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه؟ تعالوا نقول بس أن شهر شعبان ده بتتنزل فيه نفحات ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يعودنا على أن هذا الشهر لا يترك فيه يوم ولا ساعة إلا وهو صلى الله عليه وسلم يحصل نفحات شهر شعبان وعشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيعمل إيه؟ كان بيصوم شهر شعبان عشان يتلقى النفحات التي في شهر شعبان رسول الله أول حاجة أول سر من أسرار صيام شهر شعبان أنه شهر ترفع فيه الأعمال فرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل كده لما كان بيتكلم عن صيام اليومين في الأسبوع اليوم الأول قال وهو يوم الاثنين قال هذا يوم ولدت فيه واليوم الثاني اللي هو يوم الخميس قال هذا يوم ترفع فيه الأعمال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم طب شهر شعبان ده بيرفع فيه الأعمال يبقى حضرت النبي بيعلمنا القعدة وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم عشان لما يرفع عمل وهو صائم إيه اللي حاصل؟ يرفع عمل وهو صائم عن كل شيء ودوت زي ما قال سيدنا الحافظ بن حجر لما قال أن حضرت النبي كان بيحب أن يصوم شعر شعبان لأنه ترفع فيه الأعمال فيحب أن يرفع عمل وهو صائم ليه بقى؟ ليه حضرت النبي كان يحب في الأوقات اللي بترفع فيها الأعمال سواء الأسبوعية أو السنوية أن إيه؟ أن يرفع عمل وهو صائم لأن في الحقيقة الصوم فيه سر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما روى عن رب العزة وده يجبنا كثير بنتكلم في هذا الحديث في رمضان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى عن رب العزة أنه قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به الصوم لي وأنا أجزي به فالصوم بيكون لله فلما يكون الإطار اللي مرفوع فيه الأعمال إلا حاصل؟ هكذا حاله فيكون لله فما كان لله جاز عليه على قدره موسيقى موسيقى